النهاردة أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يعني العنوان هاجبني جدا 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 امبارح كان في اكتوبر في المدينة الصناعية ورح مصنع بتاع بطلات الليثيوم وقال ان الحكومة عازمة بحق على دعم الصناعة والقطاع الخاص والصناعة عنوان عريض لهذه المرحلة النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي في المحلة الكبرى حيث اكبر قلعة صناعية للغزل ونسيج مش في مصر يمكن في العالم اهو بيتابع الدكتور مصطفى مدبولي خطوط الانتاج المجددة والمحدثة اهو وهذه القلعة الصناعية بالمحلة الكبرى طبعا خلينا اقول لحضراتكم الدكتور مصطفى كان في هذه الجولة بيقول انه هناك تساؤلات مثارة حول ما اذا كانت الدولة بتستثمر في خطاع الصناعة وتشجع وتعتبر اولوية ولا لا قال ده سؤال وده سؤال حقيقة كتير جدا بيسألوه هو انتوا يا جماعة لكم في الصناعة هو انتوا يا جماعة بتحبوا الصناعة هو انتوا يا جماعة الدولة ما بتعملش مصانع ده اسئلة بنجدها في كثير من الاحيان وكثير من الاماكن النهاردة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى بيقول الاجابة فين بقى على السؤال اهو هو المصنع اللي احنا فيه النهاردة اهو هذا المصنع هو ده مع الدكتور اللي هو شاب امنى وزير تنمين محلية وسيد محافظ الغربية مع السيد رئيس الوزراء في هذه الجولة وايضا رئيس الشركة القبضة للصناعات الغزل والنسيق طبعا عدد عدد المصانع اللي موجودة فيه الغزل والنسيق في هذه الشركة واحد ثلاثين شركة تمين وربعين الف عامل اربع عشر الف عامل في مدينة المحلة الكبرى بس ده في مصانع الغزل والنسيق ومش عايز اتكلم على ما فات وانما بنتكلم على الوضع الحالي مصر عندها ميزة نسبية في خطاع الغزل والنسيق وصناعة الملابس الحقيقة احنا بنعمل اقل من المطلوب في صناع الغزل والنسيق احنا بنصدر تقريبا بكام ابراهيم ملابس جاهزة انا فاكر حولي اتنين مليار يمكن تقريبا اتنين مليار ده ما كنتش غلطانة كبقوها نصوم نصوم تقريبا في بورس عيد يعني نصوم تقريبا في بورس عيد مدينة واحدة يعني احنا المفروض يا جماعة المحلة دي المحلة دي يعني يكون في على الارفف في امريكا وفي بريطانيا صنعة في المحلة والله يعني انا زمان زمان كان فيه جبنة بتصنع في ضمياط وبتتبع في فرنسا ومكتوب عليها صنعة والله صنعة طبقا للمعاصفات الضمياطية عندك سمعة عندك سمعة في العالم كله انه دي جبنة ضمياطي ده اثاث ضمياطي ده غزل او مفروشات او بيضات من محلة كبرى الفوت والبشاكير والحاجة بتلت المحلة بتتبع بره يا جماعة دي لقطة بره التشيرتات المصرية بره لا يقل عليها انا مش عارف احنا ناقصنا ايه علشان نصدر بميت مليار ملابس جاهزة على فكرة الكلام اللي انا بقوله دول كتير جدا ورائبة مننا وزينا بتصدر ملابس بخمسين وستين ومئة مليار دولار في السنة يا جماعة مش عايزة اقول البنجرديش بتصدر بكام ولا تركيا بتصدر بكام العيب يا جماعة مش عيب مؤسسة ولا عيب حكومة ولا عيب وزير ولا عيب غفير ولا عيب مدير دي ثقافة مجتمع احنا لابد ان ننتقل من حالة الفوضى الفوضى في الاستراد والتصدير الفوضى الثقافية الموجودة احنا عندنا قشريات ثقافية معطلانة لازم ننظف هذه القشور الثقافية لازم يبقى عندي فكر الثقافة التصديرية فكر الثقافة التصديرية عايز يصدر عايز استقبل ناس سياحة لو احنا قدرنا نحسن نحسن ونحسن من سلوكياتنا تجاه الاستثمار تجاه الصناعة تجاه التصدير تجاه السياحة اعتقد هنبقى في حتة تانية